موسيقى عودة عيسى بن مريم يعني أنت لا تصدق هذه الغيبية؟ لا لا أصدق بها لأنها مناقضة للقرآن الكريم بشكل واضح وهي عقيدة نصرانية على فكرة في آخر سورة المائدة إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك حتى لا أطيل إلى أن يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم واضح من فهم وأرجو لكل مستمع مشاهد أن ينعم النظر في تأمل هذه الآيات في أواخر سورة المائدة التأمل فيها يعطي بسرعة سريعة أن عيسى بن مريم يوم القيامة يعرب عن أنه لم يعرف ماذا حدث بعده لم يعرف أنه عبد وأمه من دون الله تبارك وتعالى لم يعرف إذن عيسى لم يعود إلى الدنيا لو عاد إلى الدنيا ووجدهم عبدوه واعتقدوا به إلها أو ابن إله لتبرأ منهم ولأعرب عن وجهة نظره بين يدي الله بعض منكري عودة المسيح عليه السلام بعضهم يبحثون عن أي شيء لإثبات معتقدهم هذا فيستشهدون بقوله تعالى وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قالوا أليس هذا حوارا بين الله تعالى وبين عيسى عليه السلام في الآخرة يعني هو حوار سيكون في الآخرة بعد العودة المفترضة يعني هو حوار سيكون في الآخرة بعد العودة المفترضة وبعد موته في نهايتها وفي الآخرة حيث هذا الحوار يكون عيسى قد علم أنهم افتروا عليه ما بين رفعه وعودته المفترضة لماذا إذن والقول لمنكرية عودة المسيح عليه السلام لماذا إذن ينكر عيسى عليه السلام في هذا الحوار علمه بهذا الافتراء عليه لماذا؟ وبالتالي طبعا القول لمنكرية عودة المسيح وبالتالي بما أنه أنكر علمه في هذا الحوار فعودته المفترضة ليست صحيحة هكذا يقولون معتقدين أنهم بذلك قد أنهوا المسألة من أساسها استشهادهم هذا دليل على أنهم يبحثون عن أي شيء لإثبات زعنهم نعم استشهادهم هذا دليل على أنهم يبحثون عن أي شيء لإثبات زعنهم يبحثون عن أي شيء دون النظر فيه نظرة الباحث بتجرد عن الحظ وهنا نسألهم سؤال الله تعالى لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله هل هو سؤال ليعلم الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا أما عيسى عليه السلام قال لهم ذلك أو أنه لم يقل أم هو سؤال لإقامة الحج على ما نفتر عليه من أهل الكتاب ما علاقة هذا الحوار بعلم الله تعالى وبعلم عيسى عليه السلام عن هذا الابتراء هل جوهر هذا الحوار يتعلق بعلم عيسى عليه السلام أم بشهادته هل جوهر هذا الحوار يتعلق بعلم عيسى عليه السلام أم بشهادته وما الذي أنكره عيسى عليه السلام في هذا الحوار هل أنكر علمه أم شهادة هل هناك ما هو أوضح من قول عيسى عليه السلام لاحظوا وكنت عليهم شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد هل هناك ما هو أوضح من أنه لم يكن شهيدا على افترائهم عليه لاحظوا جوهر ما أنكره عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ما أنكره عليه السلام ليس علمه ما أنكره عليه السلام هو شهادته عندما يكون أحدنا في بلد آخر ويعلم أثناء غيابه عن أمر ما حصل في بلده أو مع أسرته هل يستطيع أن يكون شهيدا عليه وهو غائبا عن ساحة وقوع فعله هو يعلم وقوع هذا الحدث يعلم وقوع هذا الحدث ولكنه ليس شهيدا عليه لأنه حصل أثناء غيابه فكيف إذن يحتجون بهذا الحوار على عدم علم عيسى عليه السلام بالإفترائي عليه كيف ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر